السلام عليكم حياكم الله روى البخاري عن أنس بمالك رضي الله عنه أنه قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعضهم في بعض فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها اذهبوا إلى موسى فإنه كريم الله فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي هذا الذي يتكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فيأتون إلي فأقول أنا لها أنا لها يقول فأستأذن على ربي ويؤذن لي وأحمده بمحامد يقول لا تحضرني الآن يعني يفتح الله عز وجل عليه بمحامد لا تحضره في ذلك الحين يقول وأسجد بين يد الله عز وجل ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم يسجد ويطلب من الله عز وجل وسؤاله أمتي أمتي بعدما ذهبوا الناس إلى الأنبياء وقالوا الأنبياء يعني لسنا أهلا للشفاع كل نبي يقول اذهب إلى النبي الآخر حتى وصلت إلى محمد وقال أنا لها أنا لها فيسجد ويقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فيقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأفعل ثم أعود وأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ويقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي فيقول الله عز وجل انطلق وأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان يقول فأنطلق فأفعل ثم أعود وأحمده بتلك المحامد ثم أسجد ثم يقال له يا محمد يرفع رأسك ويقول يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي فيقول الله عز وجل انطلق وأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال خردلة من إيمان يقول فأنطلق فأفعل وهناك زيادة في هذا الحديث يقول فأعود في الرابعة هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فأعود في الرابعة وأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فقول يا ربي إئذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله رواه البخاري أحباب الكرام أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث عظيم جدا حديث شفاعة الإنسان بعد ما يسمع هذا الحديث يطمئن ويرتاح ويحسن الظن بربه ويتفائل الحمد لله أن الله عز وجل جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم النعم أنك أنت الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم